السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بطالبات وطالبات كي سي اس تي ومنهج الماث وان او او معكم وانس اسلام العبادي هنتكلم النهاردة عن ال one sided limits ان شاء الله قبل ما نتكلم عن ال one sided limits و كيف نحسبها نشرح الاول يعني ايه limit او النهايات معناها كالتالي لو عندي الدلة زي دية.المطلوب ان انا احسب قيمة الدلة عندي اكس بسوى اثنين فبكل وساطة هطلع كيه عندكم اكس بسوى اثنين , س لم يقوم بتقدم الدلة 35年 اذا بدلته مساء اربع وكذا لدي بقول دلة تربية بالشكل له.طيب اذا بكل وساطة وي 2 بيسوى ا godt 4 استهرة جدا فمان.طيب لو عندي ايه حاجه زي دي.الج بطلاب او عدد b of اثنين. وي اثنين. هتجي عند الاثنين تطلع تشوف الواي بكام هتلاقي ان الدلة هنا مفتوحة بمعنى انك ما انتش عارف قيمة وي بكام. بس انت من جواك حاسس او شايف الدلة قدامك كل ما الاكس بتقرب الاثنين الدلة قيمتها بتقرب جدا. اربعة لو دي دلة اربعية هتلاقي اربعة. بس انت ش أهتم معرفة عنده انتش قدر تقول ان ي اتنين بسيها اربعه لان الالدائرة هنا وادلة عنديため اكس بسيها اتنين فانت مش عايز تقول هي بسيها اربعة بس هي مش باربعة في المشكلة دي بنقول ايه الا الدلة بتقرب ان الدلة بتقرب من اربعة لما الاكس بتقترب من اثنين الواي بتقترب جدا جدا من اربعة يعني عندي اكس تساوي واحد تسعة 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 اللي قبل اتنين بالزبط. هنا كده هتلاقي ان الوي بكامل. هتلاقي ان الوي بتساوي تلاتة بوينت تسعة 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 تسعة. بس ما ينفعش تقول عند الاكس باتنين الوي باربعة. لان تجيت عند واحد بوينت تسعة تسعات كتير كده. وقفت لقيت الدلة خلاص. وانت هدخل على الاتنين لقيت الدلة مفتوحة بالشكل ده. فهنا بنعبر عن المعنى ده و بنقول اللي هو بالبلع دي الاكس لما بتقرب من اتنين الوي بتقرب من اربعة بنعبر عنه بحاجة اسمها الليمت او النهاية. بنقول ان نهاية الدلة عندي اكس بتساوي اتنين بيتساوي اربعة بنعبر عنها بالشكل ده. لما الاكس بتقطرب من اتنين دي بتساوي اربعة. يعني واي اتنين قيمة ريبة جدا جدا من الاربعة. هي دي النهاية. النهاية معناها بالبلد دي معناها كده. طيب بالنسبة لي الاشكال ازاي احسب بحاجة اسمها. بالنسبة لدلة زي دي. سؤال سهل جدا. اف او اكس بيساوي كام? عند اكس بساوي واحد. هتلاقي ان الوي بيتساوي واحد لان دي ده لخطي هنا الفيصد فانت لو تقترب من ناحية اليمين هتلاقي ان القيمة في الدلة دي في الحالة دي هتلاقي انت لو تقرب بx من ناحية اليمين بتلاقي الواي بتنزل تنزل تنزل لحد x تقترب من واحد هتلاقي ان الواي بتقترب من واحد يا كمان ولو قربت من ناحية الشمال هتلاقي انك لما بتقرب من x من ناحية الشمال كده لحد ستلاقي الدلة بيتزيد 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 معك لحد ما توصل لبرده لواحد القيمة للدلة بتقتربها من ناحية اليمين اللي هي بتسوى واحد بنسميها limit f of x لما ال x تقترب من واحد موجب يعني معنا كده انك بتقرب من قيمة x بسوى واحد بس من ناحية اليمين اما limit f of x لما ال x تقترب من واحد سالب فدي معناها انك بتقترب من الدلة من قيمة ال x بسوى واحد بس من ناحية الشمال وبتشوف ال x ال y طالع مع البكام هنا في الحالة دي من ناحية اليمين سوى بتقرب من ناحية اليمين او من ناحية الشمال ال y بتساوي واحد لما تقرب من x بساوي واحد طب ماشي بتشوف كده مثال تاني حاجة زي دي عندك نفس المسألة بالزبط y بتساوي x نفس الرسمة نفس الخط المستقيم y يساوي x وتقرب من x تساوي واحد من ناحية اليمين ستلاقي ان ال y برضو بتقرب من ال واحد بس في الحالة دي مش بتساوي ال واحد هي بتقرب لكن عند ال x تساوي واحد الدلة مفتوحة فال x فال y مش بتساوي واحد نفس الوضع بالنسبة لناحية الشمال ال x بتقرب من واحد فبتلاقي ان ال y بتقترب ايضا من ال واحد ولكن دون ان تساويه في الحالة دي بنقول ان ال limit x تقترب من ال واحد مجب بتساوي واحد ولمت x تقترب من لما ال x تقترب من واحد سالب يعني من ناحية الشمال x تقترب من ناحية الشمال x تساوي واحد فبتلاقي ان ال y بتقترب من ال واحد برضو في الحالة دي من ناحية الشمال حجة زي في ذلك. تعال يا كده عند اكسر واحد قرب منها من ناحية اليمن هتلاقي ان الواي. قرب ارب لحدة ما تجي عنداتك سوا واحد تلاقي ان بتساوي مش بتساوي اتنين بتقطرب من اتنين لان الديل هنا مفتوح خلالص يبقى اف ا変 احد واحد يتساوي اتنين طيط تعال؟ هرب كده Zoab قرب 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 هتلاقي ان الواي بتزيد الحد ستوب عند حصة واحد هتلاقي الواب كامل. واحد. هلا معاكدنا ان المت اف اف اكس لما اكس تقول واحد سالب يعني من ناحية شمال بتساوي واحد. من ناحية المين بتساوي اتنين. اذا القيمتين اللي الدلة بتقرب بهم عند اكس بتساوي واحد. مش نفس القيمة زي هنا. وزي هنا. مش بيقربوا. على نفس القيمة لا بيقربوا على قيمتين مختلفين. ااتنين واحد. اتنين من ناحية اليمين وواحد وانتطالن من ناحية الشمال. اذا ما معناه ان الدلة دي ملهاش عند ال bis diagnosed es1. نوم من فلحاتين اللي فاتوا. الدلة الليمت اليمين بس Dop Golden number. فابدالله اقدر اقول ان لها وانان دي بس اви mute지만 هدى واحد في الحاتين اللي فاتوا. نستنتقى من كده ان في في الحالة دي طالما واحد موجب بواحد سالب ليمت في الحالتين مش متساويين يبقى قدر عبروا على المواضح بالجملة دي ليمت اكس تقول لي واحد مش موجب او سالب بقى ليمت اكس تقول لي واحد اذا one sided limit يعني المت من ناحية واحدة هيبدالة دي one sided limit في حالتين يقم اكس ودقكنك من ناحية اليمين وبالتالي اقول x تقول لي واحد موجب او من ناحية الشمال اكس للا واحد بقى دي اسميها one sided limit دي اسميها one sided limit الوقت بتقرب من ناحية واحدة اذا ناحية اليمين لسlerde purely ناحية التنفيذ يبقى انت القيمة الموجودة للا لديمت جملا بقى دي لانهم بيقربوا عربعة دل اليمين والدل الشمال بيقربوا مع بعض نشوف مثال السؤال بيجي ازاي في الحالة عن ال one side limit عرفنا عن ال one side limit واتفعنا انه لما بيسوي بعض يمين وشمال بيسوي بعض يبقى الدل لها قيمة وله وجود عند هذه ال x واذا ما كانش ليها واذا ما كانش لي من ناحية اليمين بيسوي المت من ناحية شمال يبقى الدل منهاش وجود في الحالة دي مثال sketch the graph of the function and use it to determine the value for a for which limit if of x لما x تقترب من a يعني السؤال بيقول ارسم الدل sketch the graph ودي هنا هتظهر اهمية السنس بتاعك بالنسبة للدولة دي بتعرف ترسمها الحاجة التانية determine the values for a for which limit f of x لما x تقترب من a يعني اوجد قيم a اللي الدلة موجودة عندها يعني شوف الدلة موجودة فين من الاخر والدلة الموجودة فين عند انهى قيم x هترسم فالكس كيتش البيجرافي يبقى لازم ترسم الأول ومن الرسم ومن الرسم هتقدر تحدد الone sided limit من ناحة المين من ناحة الشمال بتساوي بعض فين فالدلة هتكون لها قيمة هنا او ما بيصوي بعض فين فالدلة مش هكون لها قيمة هنا لما تكي تدرس نرسم الأول نرسم الأول بعدك هنشوف أول دلة من الx تخد من ناحة الثالب x أقل من ثالب 1 معرفة على الدلة 1 زائد x ويبسا 1 زائد x 1 زائد x خط الدلة بتعابل عن خط مستقيم شانطة ترسم خط المستقيم ده محتاج نقطة 2 لكن هو قال لك الx أقل من ثالب 1 انت من ثالب 1 انت ماشى ناحة الشمال هترسم الخط المستقيم ده يبقى انت من ثالب 1 انت ماشى ناحية المين دلوقت هتجي هنا هتجي هنا هتجي انت عارف ان الx ده خط المستقيم بالشكل ده y دي y بتساوي x بسؤالك 1 زائد x يبقى انت هتتحرك على محور y بقيمة مقدارها 1 لان ده الجزء المقطوع من محور y فانت هتطلع كده يبقى دي 1 ودي سالب 1 ودي سالب 1 لان ده y بيساوي x زائد 1 بمعنى ان الميل هنا بيساوي 1 لما الميل بيساوي 1 ده معناه ان جزء المقطوع من محور الصدات قد الجزء المقطوع من محور السنين هتجي هنا ان السالب 1 تفعل النقطة دي 0 و 1 والنقطة دي سالب 1 و 0 حتى انت لو عوضت هنا عن y بيساوي 1 زائد x هتحوض عن y بيساوي سالب 1 وكل هتقدر تجيب النقطة دي سالب 1 و 0 انا كنت قادر اقول لك حدد النقطة دي من الاول كده بس انا عايزك تهود السنس السنس انك لما تلاقي y بيساوي x زائد 1 تفهم ان ال m هنا بواحد يعني الدلة بتعمل خط بتعمل زائد 45 درجة مع الاتجاه الموجب من محور x وفي نفس الوقت ده الجزء المقطوع من محور الصدات يبقى اتحرك 1 لفوق يبقى ارسم خط كده وطالع 1 لفوق فالطبيعي ان انا هقطع مع محور الصدات هنا او محور y في نقطة 0 و 1 المسافة دي هتبقى 1 و ايضا المسافة دي هتبقى سالب 1 السنس ده بيخليك تعرف تحلل المسألة بسرعة منظر ما تقطع موقعات كتير وكلم مني بس انت عايز الدلة من سالب 1 وانت ماشي كده سالب 1 ليه x اقل من سالب 1 يبقى دي مش معك معك بس من سالب 1 وانت نازل كده يبقى هي دي الدلة من سالب 1 دي الدلة 1 زائد x المعرفة على x اقل من سالب 1 يبقى سالب 1 لسالب 1 نهاية وانا مفيش هنا يساوي فانت هتسيب الدلة دي مفتوحة كده بالنسبة لو يساوي x تربيع دلة سهلة جدا ال x ما بين السالب 1 وال 1 هترسم دلة y بساوي x تربيع سهلة جدا y بساوي x تربيع بس مش مكملة كده مش مكملة كده لحد السالب 1 وال 1 بس يبقى عند السالب 1 وال 1 وتقطع ده مش طبعا طيب السالب 1 هنا ال x هنا بيساوي يبقى عند السالب 1 وتقفل تقفل المقطة دي طب هنا مفيش ساوي يبقى من ناحية اليمين الواحد دي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بالنسبة للدلة 2 ناقص x y بيساوي 2 ناقص x سالب x معناه انه ده خط مستقيم 2 ناقص x خط مستقيم والسالب معناه ان اليمين بيساوي سالب 1 فانت هتعمل خط مستقيم بزاوية 135 مع المحور مع التجاه المجرم لمحور x او بمعنى اخر انت هترسم خط مستقيم ميلو سالب يعني دلة تنقصي عبقا مش هتطلع كده اكيد هتنزل كده طب انت لما هتنزل كده هتقطع محور استناد في نقطة محور اكس هتقطعه في نقطة معينة طب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا بكل بساطة حطوا ال y هنا بصفل في الدلة هتلاقي ان ال y ساوي 2 ناقص x حط ال y بصفل ال 0 بيساوي 2 ناقص x و ال x بيساوي 2 هتلاقي ان النقطة دي 2 نصفل وكمل اللي ما لناهي كده انت رسمت الدلة النقطة دي مقفولة النقطة دي مقفولة النقطة دي مفتوحة والدلة دي مكملة كده بالدلة الخط دي مكمل كده ايه المطلوب؟ المطلوب انك تشوف الدلة لها نهاية لها لمت عند x بكام ومنحش لمت عند x بكام وانت ماشي كده طول ما انت ماشي طول ما انت ماشي على خط ده معنى ان يدي ده المنتصر اول ما يحصل jump هنا في حالتين jump ده ممكن يكون كده jump jump ممكن يكون كده وممكن يكون تبقى انت ماشي كده ويحصل jump سواء دي بقى مفتوحة او مقفولة مش فرقة سبحت يحد ville وما طالما انت ماشي في خط واتحركت فوق او تحت ده معناه ان الدلة بين حالتين هعني عندي هند Lite إنبط سالب وحندestra عند النقط اللي فيها اللي هي سالب اللي فيها الدلة معرفة بدالتين يعني هنا السلب واحد موجودة في الدلة دي في المجالدة وفي المجالدة الواحد موجودة في المجالدة وموجودة في المجالدة هاجيج عن سلب 1 ونشوف من ناحية الشمال وانت مقرب لسلب 1 ومقرب للوى بصفر من ناحية اليمين وانت مقرب لسلب 1 هتلاقي إن الدلة تطلع لقيمة تساوي 1 إذن limit f of x لما x تبترب من سلب 1 من ناحية الشمال اللي هي سلب 1 سلب تساوي 0 من ناحية اليمين اللي هي limit f of x x تبترب من سلب 1 مجرد بتساوي 1 ده معناه ان الليمت f of x doesn't exist قد اكس بسيو زالب واحد النقطة اللي بعد كده اللي نرسل هي الواحد الواحد دي لو بصيت هتلاقيه انك قرب من ناحية الشمال هتلاقيك بتقترب من الواحد قرب من ناحية اليمين للواحد هتلاقيك بتطلع برضو للواحد كده وكده ده معناه ان الليمت f of x لما ال اكس تقترب من واحد موجب من ناحية اليمينanni بتساوي لمية f of x لما ال اكس تقترب من واحد سالم من ناحية شي human اذا الدلة لها لمية حوemen هذه هي طلاف المسئلة قيمة الدلة اللي قيم علي的 x اللي الدلة موجودة عنداها فحين الدل الدلة لها لمية عنداها فحين الدل الها لمية عند كل القيم اكس مع عادة اكس بالتساوي سالب واحد يبقى for all يبقى limit f of x هي دي الجابة exist for all values of a except لما x تبطل بالإيه except a بيستوي سائل بواحد مع عادة x بيستوي سائل بواحد إبدال لها limit عند كل القيم x اللي تنتمي لمجمونات الأعداد اللي حقيقي بالنسبة مسألة الثانية هنا بقى مش من الشكل هنا من المعادلة هتحسب limit x تقترب من 0 سالب و limit x تقترب من 0 مجمونات مقرر ما ترسم الدالة هترفت حلها هنعمل ايه؟ بالنسبة لل x تقترب من 0 سالب يعني ايه 0 سالب؟ يعني الزيرو لو ده الزيرو مثلا بعد وقيمة مجمونات أو قبل وقيمة سالبة طب بعد الزيرو بحاجة بسيطة هيبقى واحد مثلا 1.0000001 وقبل الزيرو بحاجة بسيطة هيبقى سالب 0.0000001 اذا القيمة قيمة من ناحية اليمين الجنب الصفر على طول قيمة موجبة انما قيمة من ناحية الصفر من ناحية الشمال بتكون قيمة سالبة وفي الحالتين القيمتين صغيرين جدا لما يقولك x تقترب من 0 سالب يبقى ال x هتعوض عنها برقم قليل جدا هتعوض عنها بصفر بس تحط قيمة سالبة لانه مش صفر بالزبط هو سالب برقم صغير جدا 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 يقترب من الصفر فهتعوض عن x بصفر بس متنساش السالب انما لما تجي تتعوض عن x تقترب من صفر موجبة هتعوض عن x بصفر بس تاخد بالك ان الصفر هنا هيكون جنبه شعره موجبة لانك بتقرب من ناحية اليمين فالرقم هنا هيكون رقم موجب صغير جدا تمام x تقترب من صفر سالب للدلة هتعمل ايه على الواحد في البسط على الواحد في المقام زائد 1 على رقم قليل جدا حط بصفر بس متنساش السالب 1 على 1 زائد 1 على صفر 1 على صفر بس متنساش السالب اللي جنبه اتفاقنا نفس الفكرة في الحالة التانية هتعوض عن x بصفر ماشي بس متنساش ان جنبه اشارة موجبة مش اشارة سالبة ف1 على صفر هيديني يعني ايه قس ما لانهاية جنبه الواحد زم هو وواحد فوق ليا ي Якس مال نهاية بمالنهاية يبقى واحد على واحد زائد مال النهاية واحد على مال نهاية ح hàng اللي فوق واحد على واحد знائد 1 على صفر واحد على صفر واحد على صفر يعني إcıkس ثالب مال نهاية واحد على واحد زائد صفر يديك واحد انا هنا مش حاطة الاكس بصفر بالزبط حطه برقم قليل جدا يقترب من صفر بس باشارة سالبة هو كده بالزبط ماشي انت مش بتعود بصفر بالزبط هو رقم قليل جدا يقترب من صفر يا كادي سوا صفر فبتقول انه صفر بس انت مش مطلوب منك تكتب الرقم ده ولا مطلوب منك تعمل القطوة دي انا بس هتطارك عشان تفهم بس مش قطر لكن انت هتعود هنا بصفر وهتعود هنا بصفر كل اللي هيختلف فيه الاشارة فقط يعني اصفر تقترب اليما اكس تقترب من صفر سالب هتعود الاس هنا هتعود الاشارة سالبة جنب الصفر وهنا الاشارة موجابة لما تقترب شخص انت معها وعرفت اليه هتعود اشارة سالبة وهنا اشارة موجابة في الحالتين وفي الحالة دي طلعنل Sachset من ناحية الشمال بالنسبة للصفر مش زي號ech Din ده واحد وده صفر إزا الليمت مش موجودة هنا هو وما طلبه شما اقل لك اوجد الليمت وهو قلّك اوجد مجرد كإنما الIP x تقترب من 0 يسالب وهو اوجد مجرد كإنما الIP x تقترب من 0 فانت مجرد هتحسبهم مش اقتها طلب 1 وإنت اتبه 1 لو كان اطلب منك اكتب قلّك ف يساوي فبو ايكستر بي زي穀 على جاثر ايكستر كي يجب��ازي ايكستر كي يعمل ايكستر كي LOOK الموجب aged 6ych تقرب في نهاية ketθ تاني دい في اي كيxt فيادراع من العزار القنية فانت لما تلاقي جزر وفيه X تربية وتقدر تخده دايما لما تلاقي X تربية تحت الجزر في الغالب خود X تربية عام المشترك لانه هيطلع بره بجزر بمقيهس X لما تاخد X تربية هنا باس تحت الجزر X تربية زائد X تقريب هيساوي X تربية في واحد زائد X بس انت هنا تحت الجزر فالX تربية هتطلع بمقيهس X في جزر واحد زائد X وفوق خد X عام المشترك عشان هيروح مع X اللي تحت وبكده هتتخلص من المعامل الصفري اللي بيطلع لك الدل دي صفر على صفر انك لما تعود تعود مباشر هيديك صفر على صفر في الحالة دي X تربية زائد X تاخد X عام المشترك هيديك X في X زائد واحد هنا بقى بقية X هيعرف لك الدل على مجالين مقياس X يساوي X لما X تكون اكبر من الصفر ومعروف كمان ان مقياس X يساوي X لما X تكون اقل من الصفر فاخد بالك وانت بتحسب القيمة تختلف X على مقياس X مش هيساوي واحد في الحالتين لا على حسب انت بتقترب من صفر موباب بتقترب من صفر من ناحية اليمين ولا من ناحية الشمال هنا لميت ف ف ف X تقترب من الصفر من ناحية اليمين صفر موباب X مثال والمقياس X هيساوي X من X أقل من صفر والX زائد واحد مثالها والجزر X زائد واحد مثالها يتبقى نامية x زائد واحد على جزر x زائد واحد حطت x بصفر يتديك واحد على جزر واحد بواحد في الحالة الثانية خد بالك هتيجي يتعوض برك ال x على مقياس x هنا ال x في المقام زيما هي ال x في البسطن زيما هي ال x في المقام مقياس x هيساوي سالب x لأن ال x تقترب من الصفر سالب سالب x دي هتشيل ال x مع ال x يتبقى واحد تمام بس زائق دي السالب يتطلب المقian من يفضل السالب زيما هو يبقى هي يديك اطلع كان يعني humble لل x تقترب من الصفر سالب لل لدي ان سالبこう كس uhhh x زائد واحد على سالب جزر x زائد واحد هسoki x بصفر يبقى واحد على جزر صفر زائد واحد لأي هو جزر واحد يعني واحد علا بواحد بس فيه سالب اهم تنساوش عشان نحن بنقترب من الصفر سالب يبقى الناتج هينا هيطلع سالب واحد كلا انت حسد المت اف اف اكس اكس تقترب من صفر موجب ولمت اف اف اكس اكس تقترب من صفر سالب واحد وسالب واحد اذا اتدلى منهاش لمت هنا ومتربش منك اتدلى لقى لمت ولا لقى عندي الاكس في صفر بس انا بقول لك للعلي زي ما اتفقنا مع بعض السألة الرابعة ارى اف 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 خد بالك من X تقترب لخمسة من ناحية اليمين هتعود على X بخمسة ورقم صغير جدا اللي هو O O O واحد مثلا يبقى الناتج ده X زائد واحد هيكون خمسة زائد واحد بستة وكسر صغير المهم الناتج هيكون ستة زائد تحت هيبقى X بخمسة O O O O واحد مثلا ناقص خمسة في الناتج هيطلع قيمة صغيرة جدا بس بالموجب لان الخمسة مطروحة من خمسة بس زائد رقم صغير جدا في الناتج ده خمسة O O O O واحد ناقص خمسة مثلا هيديك O O O O O واحد اللي هو يقترب من صفر بس بإشارة موجبة ستة على صفر ستة على رقم قلال جدا موجب اللي هو يعتبر صفر بما لا ناهاية إنما تحت الامر هيكتل عندما تجيب لمت الدالة دي عندما X تبطر من خمسة سالب هتعوض عشان تبقى فاهم هتعوض عن X X زائد واحد على X هتعوض عن X خمسة سالب هتعوض عن X برقم أقل من الخمسة بحاجة بسيطة جدا الخمسة الخمسة موجب هتعوض عن هتعوض عنها بخمسة زيرو 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 واحد مثلا إنما قبل الخمسة تعوض بي أربعة بوينت تسعة 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 مثلا ده مش مكلوب منك بس عشان تبقى فاهم عشان لما تديله النتج تبقى انت مقتنم ال X كان هنعوض X تبطر من خمسة سالب هتحط أربعة مثلا بوينت تسعة 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 زائد واحد البسط ده هيديك كان هيديك خمسة بوينت تسعة 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 اللي هو قول ستة يعني جاهزنا البسطه المقام X ناقص خمسة اللي هو أربعة بوينت تسعة 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 ناقص خمسة ده هيديك إيه؟ هيديك رقم قلال جدا هو واحد بس بالسالب لأن هنا خمسة أكبر من الرقم ده وهنا ثالب فده أعتبر ستة وده أعتبر صفر يعني ما لنهاية كده اللي المساعد حلت لا خد بالك من السالب ده هيدي الفكرة بتقرب من الخمسة من ناحية اليمين ولا بتقرب من ناحية الشمال بتقرب من ناحية الشمال هتعوض برقم أهل من خمسة بقيمة ظهرة جدا وبتقرب من ناحية المين هتعوض عن X بقيمة أكبر من خمسة بقيمة بمقدار قليل جدا 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 فالسالب ده يفضل معك نأتي سالب من ناحية الحالة الأولينية ده هيديك من ناحية الحالة الثانية هيديك سالب من ناحية وهذه دي رسمة بتقربة المسقبة دي هتقترب عند ال X بسوى خمسة هتلاقي من ناحية المين متر تروح للمن ناحية اما من ناحية الشمال فانت بتنزل للسالب من ناحية هي دي الليمت X لمت الدلة دي لما X تقوى لخمسة ثالب وهنا المت لما ال اكس تقول لخمسة موجب ده الرسم عشان تبقى فاهم ان الموضوع مش زجع المسألة دي find limit lin X تربية ناقص 25 لما ال اكس تقترب من خمسة موجب هنا نقوم هنعوض عن ال اكس كان طالما ال اكس تقترب من 5 موجب يبقى هنعوض عن ال اكس بخمسة point O O O 1 تاني مش مطلوب انك تعمل كده بس انا بعمل لك كده عشان تبقى فاهم تبقى مقتنق يبقى خمسة وعشرين خمسة بوينت و THEY هتربعه هنا هتلاقي خمسة وعشرين مثلا واحد حاجة زي كده بوم هيتلعلك خمسة وعشرين زائد حاجة بسيطة لان learn x بخمسة زائد كسر يطلعلك المربع خمسة وعشرين زائ vlog كسر هتطرح منو خمسة وعشرين هيديك كسر يبقى لين دا هيديك لين حاجة صغيرة جدا لين حاجة صغيرة جدا يعني لين صفر. لين صفر بكام بيسالبان الناحية. لان ده لتلت اللين بتترسم كده. اكسبت اكتر من صفر ديك سالبان الناحية.